اشتركوا في القناة عن سعادته بزيارة دولة قطر الشقيقة والتي شكلت مناسبة لبحث كل ما من شأنه الارتقاء بمستويات العلاقات التاريخية بين البلدين الى افاق اوسع تلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين واكد سموه ان العلاقات بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة تشهد تطورا مستمرا يجسد اهتمام البلدين الشقيقين على بناء نموذج فاعل للتعاون في شتى القطاعات وتطرق اللقاء الى بحث مجمل العلاقات الاخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات وفتح افاق جديدة للتعاون التي تعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين من جانبه رحب سمو شيخ جاسم بن حمد الثاني بزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الى دولة قطر وما تعكسه من روح المحبة والاخاء بين قيادتي وشعبي البلدين مؤكدا ان هذه الزيارة سوف تحقق مزيدا من التعاون بين البلدين في كل ما من شأنه الارتقاء بمستويات التعاون الى افاق ارحب واشاد بما يقوم به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من جهود لتنمية التعاون بين دول مجلس التعاون بما يجسد ما يتمتع به سموه من رؤية حكيمة وقيادة تدعم وتساند التكامل بين الدول والشعوب الخليجية مشيدا بدور سموه وجهوده في النهضة التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر